اه بس مش انا اللي بقول يعني ياه مش انا اني عايزة تقولي ايه لا ما انا قصي يعني مش عايزة تكلم عشان ما تقولش ان انا بقاول ما تتكلم يا روحية في ايه بالزبط يعني يا اخويا بيقولوا عليك منظر وخيال مقاتة والكلمة كلمتها والشورة شورتها اطعي لسان اللي يقول كده ده انت على كده هتقطع لسنة ناس كتير قاوي واه اه يا روحية ده ايه الكلام اللي يفور الدم ده لا ما انا قلتلك يا اخويا ما فيش دق اتكلم لا تزعل مني ده حتى كله سبيانك ده يريب في الحتة كلها يقولوا الكلام ده طب ايه رأيك بقا يا روحية ان العيال سبياني ما بيسمعوش كلام حدي غير انا انا عايزة اقولك على كلمة تسمحها من انا انا اختك حبيبتك انا عايزة كده يعني تبقى حمش تتنحرر احس كده انك لك هيبة واكتر نوم كده ايه مش معي انا يا حنافين انا بتكلم على كيداهم انا ما بقولش يعني انك انت بتتحنق معاها ولا تشخط وتنطر ولا تكلها بالاقلام بس قدام الناس يعني خلي الكلمة في الاخر تبقى كلمتك انت اه عشان يبقى لك قيمة يبقى لك شنة ورنة في الحتة ده ما اقولك حاجة يا اقولك حاجة وتصدقيني اه كيداهم بتصحب علي كل ما اقولها كلمة تقولي طبعا انا بي حنافين ما ردتش عليها ليه يا راك قال له يا تركت عاوزة ايه بقى العقربة اختك هم تتكلم عن اخت تتكلمي بأدب ما اسمهاش العقربة اسمها روحية هانم الله 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 جريه يا اخويا هم انا غلطت بالبخاري ولا غلطت بالبخاري مالك طلق لبنان الفرن يا بطاطا بتقولي يا شرشتر اظهر ان ماليتك وشحنتك عليها المتسمى دي لا الزحية المعلم حناف البرينس مفيس حد يلعب في دماغه اللي و يكثير عليه ما قثرته وهوبولة علصحنتك بسم الله ما شاء الله هي الولاذة حديث لك بي أمه Filter ساعتك إيه؟ أبقى تكون وليها واللي ما تسمى أختك دي بتسحرلي ها ها ليه؟ تسحرني؟ شايفانك تكوت قدامك؟ شايفاني بلعب ولا بخرف ولا بكلم نفسي؟ خلاص، سيبك من كل الكلام ده وقل لي، كنت عاوزك فيه أختي؟ أختي؟ فحشتني وحشتها حبت تشوفني فيها وحش لما يقولها أعربة تلداحها برضو حترجعي تغلصي تاني يانهارك اسود ومنيل؟ هي حصلتش راجل يحس مديدك علي؟ لا بقى، قف معوجه وكلم عد بقولك هيه؟ أنا جاي من الفرن تعبان ومولع ومعنديش استحدادة تخانق معاكي أنا داخل الألم، تصموح على خير لا بشي أنا، لا بشي، لا بشي تنام؟ يا نهارك اسود ومنيل يا روحية يا ترى، عملت إيه في جوزي؟ خليت الراجل سابني ودخل ينام باش يا روحية، إن موريتك، مبقاش أنا كايداه يا شباباlen يا جاي توقفP فوليس! فوليس ايه؟ مالكت خفضت فيه ايه؟ فيه配 إيه. ا 04، اingž... كده ليه بس اتشبت دمك انت بتعمل ايه ده فيلم اجنبي عن تهريب المخبرات الله انت لو توسع الدايرة يعني هنشتغل برا ونحط برانيت انا والتجار برانيت بكرة طهرة في ايمة اللي جوزك بيعملوا لا ده طبيعي ابدا ماقولك ايه هي دهو ايه تفتكري احنا نبقى هنا ولا ولا هنا ولا هنا ولا هنا هنا ايه وهنا ايه انا مش فهم انت بتوزع التركة انت بتعمل ايه راجل انت ايه احنا مده هنا اقولك اتفرجي معايا وانت تفهم انا قصدي ايه لا مش عايز افهم قصدك انا ظهري وجهان وعايز اخد شريح يلا تصبح على خير خلي الافلام تنفعك وانت من اهله اتغطى كويس عشان انا لسه قدامي للمشوار الطويل تغمير يا معلم اخبار الشغل ايه ايه انا فيه اديه يا وايه خلص من المغزن مفيش ولا اشكارة خلاص تسلم دفنينك ازلت الكل الله اكبر خبسة وخميسة في وشك متهد كنت واقف في فرن عدوي بتعمل ايه اصل المعلم عدوي يفرحوا على صف يا نص الشريضة فتبع حجلين قلت اخدلي حتتين لحمة يواد يا طفل صواحي حرمينك من حاجة لا يا معلمي ليه اشتغل معاك محتاجش حاجة ربنا خليه كلينا يا ربا خلو سعادة وفرحان بالجوازة وساب الفرن حلواقف كل اللي في دماغه دلوقتي الجواز من الصنيورة السيدي وبنا يا هنس عيد بسعيدة طب استأذن انا بقى اشوف شغل بيزنك معاك اخواني خدل اخواني هو الراجل ده تهبل في دماغه ولا ايه ده بكرة تشقطه زي الكورة وتاخد اللي وراه واللي قدامه وترميه في الشارع ها اش هتلحق كيداهم ازاي حنفي انا بقى عندي رسمة كيداهم هتيلب الفرح ده وتخلي اسود عليهم هم الاتنين عفارم عليك يا بوبنادي انا عوزها ضلمة عليها وعليه هتبقى ضلمها ازاي حنفي قبل مك اشتغل عندك زمان زمان قوي انا وعدوي كنا عيشين مع بعض وعدوي بقى كان متجوز بقى المغفدة كان متدوز قبل ما اشتغل عندك ايوه كان متجوز بيت اسمها شهرباط بيت كانت ملعب لابت عليه وتجوزته هو طول عمرها بل كده وبريالة محرمش رح يوقع نفسه لوقع السودة دي تاني مش ده المهم يا كيداهم المهم ان عدوي طلع البيت شهرباط قال ايه كان بيشك فيها البت بقى ما سكتتش فضحته في الحتة اللي كنا عايشين فيها وقالت ان هو بيقول كده عشان يداري خبته مش فاهم احنفي مش فاهم احنفي هم المالي يفهم غيرها كايداهم ده انت بتفهم يا وهي طايرة ايوه يا اخويا طب شاقاطالي في دماغها لوقها وغدى تاني طيارة بتلقيها؟ ماشي احنا لو عارفنا نجيب البت دي هاتف ضحف ليلة الفرح وتبقى جرسته بجلاجل زي الفل بس نجيب البت دي بقى زي انا عارف أنوانها خمستاشر شرق عالي ايه اههههههههههه هنجيبها حبابتي وهي حتقوم بالواجب كلهم انا اللي هجيبها انت بالكش دعب الموضوع ده مفهوم؟ طبعاً